هكذا استقبلت هيئة المجتمع المدني والحركة التضامنية الإسبانية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان ديمستورا زيارة استكشافية تأتي في سياق جوهري يمكن لها أن تحدث تغيير في حال تحمل مدريد مسؤوليتها التاريخية تجاه هذا الملف ما هي زيارة للتعارف، زيارة اكتشافية إن صح هذا التدقيق في اعتقادي على أن إسبانيا بحكم أنها هي من تملك صفة القوة الإدارية قانونيا وتتحمل كامل المسؤولية إسبانيا مطالبة اليوم بتوضيح موقفها وعدم الاكتفاء بالاختباء تحت مظلة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حيث ينتظر أن تكون زيارة ستيفان ديمستورا بداية لوضع حد لهذا التلاعب في المواقف إسبانيا هي المسؤولة الأولى والأساسية عن ما يقع في الصحراء الغربية المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية في عدم تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية حسب مقتضيات القانون الدولي بعد احتلالها للإقليم دور الإسبانيا بطبيعة الحال كذلك ينعكس في تواجدها في مجموعة ما يسمى أصدقاء الصحراء الغربية التي تتخذ جميع القرارات أو التوجهات العامة في ملف الصحراء الغربية لا شك أن إسبانيا لها دور محوري في المساهمة في حل القضية الصحراوية التي يزيد عمرها عن أربعين سنة إلا أن استمرارها في الطماطل والتهرب من تحمل المسؤولية يعطل حل هذا الملف الشائك فهل ستكون زيارة ديمستورا لمدريد فرصة لوضع النقاط على الحروف وتحمل المسؤولية التاريخية التي تتهرب منها إسبانيا